نعم تسبيح إذا بدأنا من النهاية مما ذكرته حول الانتشار الإسرائيلي على الحدود مع مصر وصولا إلى رفح أولا يبدو أنه كان هناك عملية لإسرائيلية أو قوات مجنزرة إسرائيلية مدرعات بالقرب من معبر كرم أبو سالم شرقي القطاع على المثلث الحدودي إسرائيل قطاع غزة ومصر وهذه القوات ربما حاولت الدخول قليلا إلى داخل قطاع غزة لا أحد ينكر هذا حتى أن حركة حماس قبل قليل أصدرت بيانا قالت فيه بأنها تصدت لهذه القوات واستهدفتها بقذائف الهون لكن هناك فرق شاسع ما بين عملية إسرائيلية محدودة قريبة من معبر كرم أبو سالم وبين احتلال كل ما يسمى بمحور فلاديلفي أي الخط الحدودي بين معبر كرم أبو سالم وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط على طول الحدود بين القطاع وبين مصر هذه العملية هناك في إسرائيل من يقول بأن على الجيش الإسرائيلي تنفيذها وأنه على إسرائيل أن تسيطر على هذه المنطقة لكن عموما هي ربما ستكون العملية العسكرية الأكثر تعقيدا أولا بسبب التبعات السياسية لها يجب أن تحصل إسرائيل على موافقة مصرية وعلى تنسيق مع الجيش المصري من أجل إجراء مثل هذه العملية ثانيا بالأمس تم التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى مزيد من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع وسيطرة إسرائيل أو عملية عسكرية إسرائيلية على طول الحدود مع مصر ستعيق إدخال المساعدات الإنسانية هذا إضافة إلى عدم الرغبة الأمريكية بالحد الأدنى على الأقل عدم رغبة إن لم يكن فيتو أمريكي على مثل هذه العملية العسكرية الإسرائيلية لأن أولا كل تقريبا سكان قطاع غزة باتوا في الجنوب قسم كبير منهم في منطقة رفحة وبالتالي عملية عسكرية في رفح أو جنوبي رفح على طول الحدود ستشكل تهديدا لهؤلاء وهذا أيضا يفسر خفض مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب أن الجيش الإسرائيلي بدأ يفكر وبدأ يخطط وينفذ في بعض الأحيان إعادة انتشار لقواته في قطاع غزة تمهيدا للمرحلة التالية من الحرب